السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم في الجزء رقم 18 من الفصل الثالث هنتحدث عن أي تقنيات الحيود المستخدمة في تحليل الكريسل استركشور أو البناء البلوري دفركشن أو حيود معناها ذا كنستركتف انترفيز أو انفورسمنت of a beam of X-rays or electrons interaction with a material ذا دفركتد beam provides useful information concerning the structure of the material يعني الدفركشن هو عبارة عن حدوث انتركشن أو تفاعل أو انترفيز أو كنستركت بانترفيز بين الbeam بتاعت الإكس ري أو الإلكترونز وحدوث انتراكشن مع الماتيريا وهذا الbeam اللي هو حصل له حيود احنا بنفسره بعد كده وبيعطينا معلومات مهمة جدا لعشان توضح لنا الاستراكشن بتاع الماتيريا وما يحكم هذه العملية يسمى بالبروجرسلو بروجرسلو معنى the relationship describing the angle at which a beam of X-rays of a particular wave lens diffracts from crystallographic plans of a given interplanar spacing يعني البروجرسلو هو بيوصف العلاقة بين زوية الإسقاط أو زوية الحيود بتاعت الإكس ري اللي ليها wave lens خاص وحيودها عن crystallographic plan عند intel planar spacing معين طيب بعد كده عندي يعني الجهاز اللي هو المستخدم فيه إحداث حيود للإكس ري يوجد لديه يعني يوجد الجهاز عبارة عن جزء جزء بيولد الإكس ري فتسقط على سطح الماتيريال ويوجد هناك ديكتور يسجل الزواية الحيود هذه الزواية الحيود في الحقيقة بتدينا باترين أو رسمة خاصة بكل ماتيريال ومن خلال هذا نقدر أن احنا نحسب معلومات خاصة بتحليل Crystal Structure plans تعالوا نشوف الرسمتين اللي قدامنا في الفيجر اللي قدامنا أول واحدة اسمها Distractive Distractive بمعنى إيه؟ بمعنى أن هنا ما حصلش حيود أو ما قدرش أن أنا أطبق فيها برجرسلو لأن في الحقيقة برجرسلو عنده شرط أني سواء كانت الـ incoming x-ray بقى beam أو diffracted beam لازم يكونوا both are in phase ما ينفعش واحد منهم يبقى in phase وواحد منهم not in phase لأن لو كان واحد منهم in phase وواحد منهم not in phase معنى كده بيحصل distractive مش يكون distractive وبالتالي يبقى برجرسلو اللي هي العلاقة دي اللي ما قدرش أن أنا أطبقها اللي هي عبارة عن sine theta هنا في الحالة دي في حالة الايه؟ لا تساوي لمبة على 2D ودي اللي هي المسافة اللي هي المسافة اللي هي المسافة بين المستويين بتوع الزرات وسيتا اللي هي زاوية الحيود أو زاوية الإسقاط لكن في الحالة التانية حصل reinforcing interaction حصل interaction مع المaterial وبالتالي يمكن أن أنا أطبق برجرسلو أو أحقق برجرسلو زي ما احنا شايفين اللي احنا قلنا من شوية اللي هو عبارة عن sine theta في الحالة دي بتساوي لمبة على 2D اشتركوا في القناة